موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم الباحث في الشؤون الفلسطينية الأستاذ سقر أبو فخر صباح الخير أستاذ سقر وأهلا بك في استوديو الميادين سوف نذهب مباشرة إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم هناك عنوين حافلة جدا يعني ساخنة فنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ليتسنى لنا الحديث عن كل هذه العنوين سوف نذهب مباشرة إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم شكرا لك دياء أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها من صحيفة الشرق الأوسط وفيها قضية أبناء الوزراء تهز حكومة أردغان حرب تسريبات وستة وزراء اطرحوا استقالاتهم وإيقالة ثلاثة وثلاثين من قادة الشرطة سعودي لرئاسة القيادة العسكرية الخالجية الموحدة توقعة بتسمية المرشح خلال الفترة المقبلة وفي الشرق الأوسط امرأة نقيبة للأطباء المصريين بعد ثمانية وعشرين عاما من سيطرة الإخوان إلى صحيفة الوسط البحرينية وجاء فيها أوباما سيستخدم الفيتو ضد عقوبات جديدة على إيران وموسكو تصريحة الأسد الانتخابية توتر الوضع وفي الوسط العفو الدولية تتهم داعش بالتعذيب والقتل في سجون سرية وتبريئة شفيق ونجلي مبارك بقضية أرض الطيارين صحيفة الأخبار اللبنانية عنونت إلى التكفريين الجدد موتوا بغيذكم والعنوان مرفق بعصورة السيدة فيروز توتر بين سليمان والمستقبل إسماعيل هنية يغازل محمود عباس معا نحمي المقاومة وجنوب السودان صراع مشارس الفكار نحو حرب قبلية من الأخبار إلى صحيفة القدس العربي وفيها روسيا تتهم الأسد بتصعيد توتر بإعلان ترشحه للرئاسة زعيم النصرة لا نسعى للحكم والإدارة القادمة وفق شرع له وزير خارجية قطر لا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الأزمة السورية مصر تبريئة أحمد شفيق ونجلي مبارك في قضية فساد توقع عودته للترشح من جديد للانتخابات وهنية يد عباس لعقد اجتماع لمناقشة تشكيل حكومة التوافق صحيفة الرأي الأردنية عنونت نتنياهو يتحدى واشنطن ويصر على الاستيطان شهدان برصاص الاحتلال واعتقالات في الضفة ونختم جولتنا مع صحيفة الثورة اليمنية وفيها الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بإفشال جهود السلام وأيضا في الثورة اليوم بدء تطبيق خارطة الطريق لحل الأزمة التونسية هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعا شكرا للزميلة سار الحاف على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم كما رأينا تنوع كثير من جنيف إسنين والتحضيرات لجنيف إسنين إلى أيضا التصريحات الروسية التي هناك لغط حولها وجاء توضيح من السفارة الروسية في سوريا أي العنوين تريد أن تتحدث عنها؟ طبعا لسيدة فيروز واللغط الذي صار بحقها الحصة الأكبر سوف نعود إليها يعني لفت نظري بالدرجة الأولى أنه عسكري سعودي سيكون قائد القوى الخليجية الموحدة يعني ما عليش لو بدأت بنوع من الطرفة بهذا الموضوع خالد بن سلطان الفريق خالد بن سلطان قائد الميدان في الحرب الكونية على العراق في سنة 2003 كان فريقا لكن ماذا كان يفعل؟ كان يحضر ثلاث وجبات ساخنة لجميع الجنود التحالف الدولي الذين ساهموا في الحرب على العراق كان يعقد صفقات بدل من أن يقود الميدان طبيعة الحال لن يقود فرق ولا حتى كتيبة للقيادة الأمريكيين لن تسمح بذلك طبيعة الحال الآن وإذا كان قائد سعودي يعني ماذا سيقود في القوى العسكرية الخليجية الموحدة المخترحة بطبيعة الحال أظن أن القيادة ستكون أيضا للأمريكيين بوليها هذا يعني بأن القيادة هي ليست لأحد من الخليج هي للأمريكيين هذا فيما خاص القيادة العسكرية لدول الخليج أيضا صحيفة الأخبار لا أعرف إن كانت تستطيع الكاميرا أن تأخذ هذه الصورة على صفحتها صفحتها الأولى إلى التكفيريين الجدد موتوا بغيظكم وهي ما كتبته صحيفة الأخبار ردا على مهاجمة السيدة فيروز ونجلها زياد الذي قال في مقابلة مع موقع العهد الإلكتروني أو الانتقاد الإلكتروني بأنها تحب السيد حسن نصر الله هذا اللغض الذي حصل كيف تعلق عليه أثناء السقر أبو فخر يعني بلبنان معوادين على أنه تسدي يعني في ناس كتير بما فيه المفكرين ومثقفون كبار بهذا البلد بتسلوا مرات بالكتابات السياسية طبعا لبنان بضحك من يتابع الحالة السياسية اليومية وهذا الصدام بين الوزراء هذا الفلتان اليومي وزير داخلي بيطالب الدولة بكذا طيب ما أنت الدولة على سبيل المثال يشتكي وأحيانا يعني يشتكي فلتان أمني وهو وزير داخلي يشتكي فلتان أمني نعم وعنكل حال هذا ربما جانب الإيجابي منه لأنه يعبر عن حقيقة الأمور بلد ماشي لحاله لا في حكومة ولا في دولة ولا في مؤسسات نهب فظيع يعني الكل موصوم إما بالجرائم أو بالقتل أو بالاستخبار أو بالنهب وكله بيضل زعيم وبيحكي وبيقول ضميري مرتاح كل زعام لبنان بيقولك أنا ضميري مرتاح طيب مين عا بيعمل كل هالأمور هذا جو بيسلي أما قصة فيروز بسألة أخرى أنا بظن في شي نوع من الهرقة اللي بيسموها بالعامية اللبنانية في ناس بيكتبوا مهرؤين بدون يعملوا أي شي حتى لو كان تافه اللي بيسموه بتضيع كسر مزراب العين للناس تصير يعني تسمع عنه الهجوم على فيروز بسبب موقفها من السيد حسن نصر الله صراحة الهجوم منحط وهذا ينطبق على جميع الذين هاجموها بلا استثناء يعني أقلام كبيرة التي هاجمتها حتى بعضهم كتب 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 فواس رابوسي كتب كتب عن السيدة فيروز أخو الحازم صغي كتب ضد أم كثوم بالزمانات أنا مش عارف إذا نقد فني يعني تب ضد فيروز يعني ليكون حصرا على العائلة أنا بفهم إن عمل دراسة نقدية بفن أم كثوم بفن فيروز قد لا تحبها وهذا حقك يعني أما بسبب لأن أعلن أنها تحب السيد نصر الله على أي حال أنا متأكد أنه بتحب السيد نصر الله أنا بحبه لسيد نصر الله على أي حال أنا بحب أذكر ربما عنده موقف قومي وعميق لأنها من أصل سوري فيروز من ماردين سريانية أم المسيحية ماردين بهذه المنطقة وهي سورية وبدأت ربما مسيرتها الفنية في سوريا واكتشفها طبعا الأخوة فليفل لكن اللي رعاها هو فلسطيني اسمه حليم الرومي أكل حال هذا كلام يعني لا يوجد ما يوفق هذا الكلام لا هذا أكيد الفلسطينيون يقولون بأن أصلها فلسطيني السوريون يقولون بأن أصلها سوري اللبنانيون يعني متمسكون بلبنانيين هي لبنانيين على كل حال هذه بلاد الشام كلها يعني لا جغرافيا تفصلنا ولا أي هذا ما أقصده أنه هي لبنانية من أصول سورية لها عمق أبعد بكتير من زروب التمريس وزروب الحرامية اللي المثقفين اللبنانيين واقعين بمثل هذا السجال بالأمس أيضا نجل السيدة فيروز زياد الرحباني ظهر على شاشة الميادين ضمن نشرة الأخبار مع الزميل سامي كليب وتحدث عن هذا الهجوم وكان منه هجوما مضادا على تحديدا دكتور فواز ترابوسي وحازم صغي وآخرين ولكن تحديدا هذين الشخصين قال من يهاجم السيد وسيدة فيروز يدافع عن إسرائيل يعني أنا لا أريد أن أطابق كلامي مع هذا الموضوع لكن حقيقة يعني مرات غير مفهوم هذا الهجوم الشخصي على رموز مثل فيروز إنه شو يعني إنه لأنه موقف طيب ما هني في ناس مع إسرائيل أعلنوها بصراحة في من كتب هذا الكلام يوم الهجوم 2006 يعني الحرب الإسرائيلية على لبنان كتب في الحياة ما بدي أذكروا الاسم إن أهدافنا اليوم متطابقة مع أهداف إيهود أولمارت وهذا ما قالته إسرائيل بالأمس هذا كلام إسرائيلي بس أنا لا أريد دائما يعني كي لا نتهب أنه دائما نتهمهم بالتخوين يعني هم بالأمس خونوا السيدة فيروز وخونوا زياد وخونوا محبيها يعني لم يقصروا بهذا الجانب ولكن بالطبع يعني ليس هذا التخوين ولكن أحيانا تتلاقى بطريقة غير مباشرة المصالح لا توافق على ذلك أو ربما تخدم فكرة ما هي ليست وطنية إلى هذا الحد نعم هو الانقسام السياسي الداخلي الذي وصل إلى أبعاد تافية جدا مثل ما إلنا مهرؤين يعني أي شيء تعكس نفسه يعني هذا الانقسام تعكس نفسه حتى على الموقف من الثقافة والفن والأمور الجميلة في لبنان ومع الأسف عم تصير نوع من قتال عشائري بالكلام يعني بالصوت كل واحد يدافع عن عشيرته سواء 8 أدار أو 14 أدار لكن لا يوجد أي مجال للمنطق وللتفكير العلمي وللتفكير النقدي على الإطلاق قبائل متصارعة وكل قبيل عندهم مثقفوها يعني كهذا المثقفي قبائل يعني وليسوا مفكرين برعي ومثقفين يعني أيضا يعني كتب إبراهيم الأمين في موضوع السيدة فيروز موتوا بغيظكم أيها التكفيريون يعني منذ الأمس وهناك صفة التكفيريين وهي ملاصقة لمن كتب وتجرأ على السيدة فيروز برأيك هل يشبهون إلى حد ما تكفيريين الذين يحطمون كل الأيقونات أينما وجدت؟ يعني نفس الأسس بمعنى تهشيم يعني الصورة يعني حتى النصرة بالزمانات بجبال تورابورا شو اسمهم قاعدة حشموا بوذة بوذة وفي مصور كانوا ضخما كثيرا ويعني تعبوا في تدميرهم طبعا وراح وفد بما فيه القراضاوي وفاهمه ويدي وآخرين يعني بس من شأن حتى الأمم المتحدة تدخلت طبعا لا ما ردوا حتى على الوافد الإسلامي إنه بس من شأن سمعت الإسلام قالوا لهم تماثيل حرام بالإسلام حرام ولا لا قالوا لهم مظبوط حرام قالوا لهم يلا نلعو وبمصر يعني طلعك تحجيب التماثيل أو تهديمة قاهرة معبايب تماثيل يعني رواد النهضة المصرية من طلعة حرب لا تلحق نجيب محفوظ يعني بدهم كانوا يزيلوها أو يحجبوها عكل حال هذا يعني صار كلام ماضي هذا العقل الذي لا يقبل الآخر أظن أنه بالمعركة على فيروز هناك تكثير بالضبط يعني التكثير يعني أختم بسؤال عن هذا الموضوع أستاذ سقر أبو فقر ألم تستغرب أن المؤسسة الدولة اللبنانية بأجهزتها الرسمية من رئاسة الجمهورية إلى حتى مجلس أنواب مرورا بالحكومة المؤقتة يعني أحد ما لم يدافع السيدة فيروز أو يستنكر ما تتعرض له وهي أيقونة لبنانية في الخارج يعني هي رمز فعلا لبناني أحيانا هناك من لم يسمع بلبنان ولكن آه بلد فيروز صحيح يعني أنا لا ألوم كثيرا الحكومة اللبنانية ولا هي حكومة مستقيلة ولا ألوم مؤسسات الدولة دائما هي تعلق الأوسمة بعد وفاة الأشخاص هذا ما فعلوه مع وديع الصافي وأظن أن صباح الآن متروكة إلى المحسنين يعني ما حدا يهتم فيها إلا من باب رفع العتب أو يروح يخذ لصورة بهالمعنى لا ألوم كثير لأن هذه مسألة عادية بلبنان أليس هناك أيضا موضوع سياسي يعني تبنى قابل الفنانين على الأقل وزير الثقافة الفنانون أنفسهم يعني المثقفون الآخرين كمان معنية مش بس بالفن بالثقافة بشكل عام الفن جزء من الثقافة العامة يبدو أنه في ناس مبسوطين على هالمعركة اللي صارت وشي مثير لأن الحياة اليومية في لبنان ما في شي مثير إلا الانفجارات والقتل وصراع الديكة يعني سمير جعجع من هون وشو بعرر أحمد فتفت من هون ومش عارف يعني فهذا هلأ موضوع جديد يعني يثير الجدل في لبنان أنا برأيي كل مظاهر يعني لا يوجد لها قيمة ثقافية على الإطلاق هو نوع من الثرثرة اليومية ومن الهرأة الهرأة اللبنانية اللي منعرفها بيعدوا على المقايا وبيحكوا ضد فلان وضد فلان بدلا من أن المقايا كانت تنتج ثقافة في لبنان الآن بتنتج نميمة يعني هذا دليل الحطاط يعني حتى هناك علامات استثامة على الثقافة التي أنتجتها تحديدا خلال الحرب الأهلية اللبنانية في الـ 75 هل تفكر أن تكتب عن الموضوع ساعا عن فيروز ربما بملحق فلسطين باعتبار أن فيروز غنت لفلسطين وهي أيقونة فلسطينية والبعض كما قلت يعتبرونها فلسطينية واحد قال لي مولودي بشافة عمرو أنا بعرف أختها يعني وبايتها وبايتها باللك فبما أن فيروز فلسطينية أيضا بالمعنى الشامل هي فلسطينية بالهوى وفلسطينية وسورية ولبنانية وعراقية وهي كل الجنسيات العربية التي غنت لمدنها حتى غنت لمكة أيضا ولدماش أجمل قصائد التي كتبها أيضا سعيد عقل الشاعر سعيد عقل وأيضا لفلسطين أيضا الشاعر المفارقة هنا الشاعر سعيد عقل على كل حال ننتظر مقالك ننتقل إلى عنوين الصحف الإقليمية وضمن الصحف الإقليمية اخترنا لكم الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مع الزميل ناصر اللحا فإلى العنوين إخوتي وإخوتي أسعد الله أوقاتكم انشغلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة بالشهداء ووصفت ما يحدث بالأراضي الفلسطينية بالإعدام كما انشغلت بهموم المفاوضات والمراسلات بين القيادات الفلسطينية والأمريكية وحتى العراق وإيران على صفحة الأولى كما نلاحظ من صحيفة الحياة الجديدة باللون الأحمر الاحتلال يعدم بدم بارد شابا في قلقيليا وألاف يشيعون الشهيد السعدي بمخيم جنين الرئاسة والحكومة دينان هناك صورة محزنة لوالد الشهيد نافع السعدي يلقي عليه نظرة الوداع كما جماهير قلقيليا تشيع جثمان الشهيد صالح ياسين على الخبر الأذن الرئيس يبدأ اليوم زيارة لمصر وعلى اليسار الحخام قليك يقود اكتحاما للمسجد الأقصى صورة لأبو مازن مع مارتين انديك المفاد الأمريكي وهنية يدعو الرئيس لعقد اجتماعا وطني لمناقشة تشكيل حكومة التوافق خيبة أمل إسرائيلية إزاء برنامج زيارة البابا للأراضي المقدسة حيث قرر البابا إقامة قداسه في بيت لحم وليس في الناصرة أو في القدس تحت الحماية الإسرائيلية مصر تجري اتصالات لإدخال الوقود إلى قطاع غزة والرئيس يبعث برسالة تحفظ لأوباما حول رؤية كيري للحل النهائي من الحياة الجديدة حماية المستهلك تطالب بتخفيف عب ارتفاع الأسعار على المواطنين ننتقل إلى صحيفة القدس صحيفة القدس على الصفحة الأولى تشيع جثماني الشهدين ياسين والسعدي في قلقيليا ومخيم جنين والرئاسة والحكومة تدين جريمة الإغتيال اعتقال ثلاثة أطفال في العساوية والبطريار كطوال يقول أن الميلاد المجيد تجسيد للمحبة وتضامن مع المعوزين واللاجئين من علاوين صحيفة القدس إضاءة شجرة الميلاد في القدس والحبر الأعظم يزور فلسطين وإسرائيل أبردينة الاستيطان غير شرعي ولا نعترف به والكاتب الأمريكي اليهودي بلومنتال يقول إسرائيل دولة عنصرية ميؤوس من إصلاحها والمفاوضات مضيعة للوقت ولن تؤدي إلى أي حل إلى صحيفة الأيام صحيفة الأيام صورة مبكية محزنة تدمي الفؤاد لأطفال وهم يشيعون ويراقبون تشييع جثامين الشهداء لا سيما شهيد قلقي ليبكون من على شرفة المنزل شهيد ثاني خلال ساعات برصاص الاحتلال باللون الأحمر نتنياهو يرفض طلبا أمريكيا بالامتناع ويتعهد لن نتوقف لحظة عن تطوير المشروع الاستيطاني خبر أذن على اليمين مسؤول أممي إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وفي الأيام أيضا هنية يدعو الرئيس لعقد اجتماع لتشكيل حكومة توافق وطني إلى جانب عنوان البطريارك لحام 450 ألف مسيحي نزحوا خارج سوريا شكرا لكم شكرا لزميل ناصر اللحام على هذه العنوين الفلسطينية التي قرأها لنا اليوم وأعود إليك أستاذ سقر أبو فخر دوانت بعد العنوين وإن كنت أستطيع أن أقول بما ستبدأ أي عنوان ستبدأ به بصري لا أبصر ولكن تبعا لما نشرته بالأمس عن المسيحيين وزيارة البابا بتأكيد صحيح صحيح يعني طبعا كل أخبار فلسطين هي أخبار يومية يعني نعيشها لحظة بلحظة يعني مع الأسف أنه الكل يستنكر القتل اليومي كل يوم شهيد أو أكثر لكن لم ننتقل حتى الآن إلى يعني خطوات عملية خلصنا من الاستنكار وآخرتها يعني بس برعا من هالشي يعني لن أستغرق في الكلام على الوضع السياسي العام في فلسطين لأنه محزن جدا يعني ومثير للأسف فعلا يعني ما لفت نظري أمرين زيارة البابا لفلسطين وشجارة الميلاد في القدس أرجو تحرق السلطات الإسرائيلية شجارة الميلاد ويتهمون واحد يهودي مجنون مثل العادي على أي حال زيارة البابا فهمت أنه سيحيي قدس الميلاد في بيت لحم مدينة التي ولد فيها المسيح وليس في الناصرة مدينة مريم العذراء وليس في القدس حيث درب الألام التي سار عليها المسيح قبل صلبه والسبب الاحتلال كان يجب ومعنويا أيضا لا يحيي أعيد الميلاد في مكان الذي صلب فيه المسيح بس على الأقل يعني تكون زيارة شاملة للمناطق الثلاث لأنه بيت لحم تحت ما يسمى سيطرة السلطة الفلسطينية بينما الناصرة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ سنة 48 والقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 67 فخيار البابا أن يحيي ليلة الميلاد في البلد الذي ولد فيها المسيح وليس في أي قدس في الناصرة أو القدس موقف سياسي مهم جدا هذا أريد أن أسألك عنه ما معناه هذا الموقف السياسي إلى ماذا يؤشر وكيف يؤثر على القضية وعلى المفاوضات معنويا وسياسيا وبالفعل نعم معنويا وثقافيا وفكريا هذا يعني إشارة للمسيحيين وهم لا يحتاجون إلى أي إشارة في هذا الأمر أن الاحتلال مرفوض وأن المسيحيين يعيشون تحت الاحتلال ويجب أن يتحرروا يوما ما وبالتحديد مسيحيو القدس القدس مدينة المسيح الآن يوجد فيها واحد بالمئة من سكان المسيحيين أين أصبحوا إما هجرة إلى العالم الغربي وقبل التفتيش عن مصادر الرزق أو أيضا بسبب الاحتلال ومضايقات التي يفرضها الاحتلال على المسيحيين أكثر من المسلمين يهجروا مناطق أخرى في الضفة الغربية فيفقدون إمكانية الإقامة في القدس يعني معروف بيت لحم على سبيل المثال إذا مسيحي بده يرم من بيته ما بيعطوه رخصة أو بيماطلوا فيه كثير 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 بينما المسلم يعني أقل مماطلة وأقل مماطلة لماذا؟ وهذا اللي تغيير طبيعة المدينة مدينة المسيح بيت لحم اللي فيها كنيسة المهد المشهورة كانت مدينة مسيحية طيب جراء الاحتلال وجراء تطور العمراني لأي بلد بيجو أبناء الريف مثلا وبيسكتوا بالمدينة بتتغير بالتدريج لكن الآن هي نوع سبعين بالمئة مسلمين بيت لحم صالح المسيحيين واجرون إلى أمريكا اللاتينية المثلث المسيحي في فلسطين بيت لحم بيت جالة بيت سحور اللي هناك مركز النهضة والفكر المتنور والثقافة المنفتحة والتنويرية موجودة بها الأمكنة فضلا طبعا عن أماكن أخرى يعني كالقدس على سبيل المثال رام الله لكن بسبب ضغط الاحتلال وبسبب أضعات صادية أخرى بسبب فقدان الأمل في المستقبل البعض يهاجر يهاجر بتشيل إلى حالة في 450 ألف فلسطيني من هذا المثلث وإلى أمريكا في معظمهم مسيحيين في معظمهم بالأمس حضرتك أيضا كتبت أستاذ سقر أبو فخر عن بداية يعني هجرة المسيحيين في المشرق العربي هل يؤرخ من فلسطين لا المسيحيين الكوارث الكبرى اللي حلت بالمسيحيين أنا برأيي كوارث حلت بالمنطقة بالمشرق العربي بالدرجة الأولى مش بالمسيحيين لا هي دائما يعني على المدن ولكن دائما انعكاسها الأول يكون على المسيحيين تحزيدا يعني هذا أيضا سؤال لماذا نظب شوفي إذا بدك بدأت أنا برأيي مع الاحتلال التركي لهذه البلاد إسطنبول مدينة قسطنطينية مدينة هي مدينة مسيحية وعاصمة المسيحية يعني البطاري كالأرتودوكس بطريارك اللي موجود بإسطنبول الأول بين متساوين بسبب رمزية القسطنطينية أصبحت ما فيها مسيحيين اليوم إلا كم ألف واحد يعني مشكلة هجرة المسيحيين من المشرق العربي وأنا البعض بسميهم والله مسيحيو الشرق شو الشرق الصين يعني والله ماليزيا المسيحيون العرب هذا مسيحيون العرب وهم عرب أقحح أكثر من المسلمين المسلمين والله عندك عجم وألبان وأرنقوت وشركس وقوقاز المسيحيين عرب أقحح 99% منهم المهم أنا التاريخيا لو أخذنا مقطع اللي هو القرن التاسع عشر وفي النصف الأول منه بدأت المذابح ضد السريان وضد الأشوريين أنطاكيا بلد سوري أنطاكيا عاصبة المسيحية حسب يعني من مارسين وأضنى لأسكندرون وكليكيا ولماردين وانصيبين والروهة هذه عواصم حواضر للمسيحية هذه مناطق محتلة جرى إبادة الأرمن فيما بعد قبل ذلك الأشوريين والسريان هجروا إلى سوريا والعراق وأيضا أكملت المجازر بعامودة بسوريا على سبيل المثال سميل بالعراق مجازر طويلة عريضة وقتل أعلام المسيحيين سواء الأشوريين أو السريان ما أدى بالتدريج منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى هجرات متوالية إلى سوريا ثم إلى لبنان ثم إلى الغرب بهذا المعنى أنا أرخ إذا أريد أن أرخ بداية مشكلة المسيحيين مع الهجرة للموقف التركي أنا ذاك احتلال العثماني احتلال العثماني وإبادة المسيحيين والأرمن لاحقا والتعاون مع ضعاف النفوس من بعض الجماعات المحلية كردية أو غير كردية تركية أو كردية الفرق الحميدية التي فتكت بالمسيحيين بتلك المناطق وأدت أنه طيب عم نندبع عم نندبع حتى 33 1915 ضد الأرمن 24 ضد الأرمن 33 ضد الأشوريين والآن الصورة واضحة لنا جميعا لا يوجد إعادة وصفة 600 ألف مسيحي تركوا العراق منذ الاحتلال حتى الآن كل 10 سنوات مسيحي سوريا 2 مليون أكبر كتلة مسيحية في المشرق العربي غير مصر مصر 2 إلى 10 مليون المسيحيين 2 مليون بسوريا كيف سيضل بعد المجازل التي ترتكب كل يوم بحق السوريين بشكل عام وبحق المسيحيين بالتحديد هذا ما أريد أسألك طبعا يحق للجميع أن يخاف الجميع يلوذ بالهرب يحمي عائلته يحمي نفسه هذا حق إنساني ولكن كما سألت قبل قليل أستاذ سقر دائما تحل الحروب والكوارث على الدول العربية حيث يتواجد المسيحيين ولكن ترى الإنعكاس على المجتمع المسيحي أكثر بكثير منه على المجتمع المسلم لماذا؟ شوفي لأن ببلادنا بصراحة كان فيه أنظمة متفاوطة يسموها أحكام أهل الذنة كان الأقليات كلها يعتبروا بعضا من الأقليات إما مرتدين على الإسلام وإما أهل الذنة وبالتالي أحكام أخونا أبو القيم الجوزية تلميذ ابنتين لا يعلو ناقوس على آذان ممنوع كان بدمشق بالعصر التركي ممنوع يفوت المسيحي من أبواب دمشق راكبا على حصاني على بغرته بده ينزل على الأرض بيمشي ممنوع يفوت من أبواب دمشق وإلى آخر معروف بالتاريخ مرات تكون تنتهى لأمورها ومرات حسب السلطة العقود التي كانت تكتب في المحاكم حضر إلى مجلسنا الكافر ابن الكافر جرجيس بن شمعون وحضر معه ابن ساكن الجنات محمد بن محمود يعني شيء وتحملوا وتحملوا وتشبثوا بهذه الأرض وبهذه المدن العظيمة التي عملتها الثقافة المسيحية وهي ثقافة عربية بالأساس طبع هلأ لماذا أنا برأي المشكلة على المجتمع العربي على المجتمع الإسلامي بغياب الأقليات الصابعة صاروا كتلي متحفية بالعراق يعني آخر وحدة لميع الشاعرة العظيمة الجميلة لميع عباس عمر ما عاد فيه صاروا الهلادي يعني الصابعة فيه ميل إلى اندثار هذه الجماعات العريقة ببلادنا اللي عملت الحضارة الكبيرة السريان الكلدان الأشورين ما عاد موجودين نفتش عليهم نفتش عليهم نفتش نفتش نشو إذا موجود نقرأ عنهم بالكتب بس في ميل الاندثار للتصحر تصبح بلادنا صحراء بهذا المعنى مع تكفيرينا فقط حتى ربما العلمانيين يصبحوا أيضا كتلة متحفية طبعا وحتى أي ديانة غير هؤلاء تتار الزاحف علينا اليوم هذول يدود الأرض ما اتفع معهم إلا الإبادة وإلا بلادنا ستتدمر وكلنا سنموت بالنهاية على كل حال ما زال لدي سؤال ولكن بعض الفاصل عن دور الغرب أيضا والخارج في هجرة المسيحيين من الشرق العربي والمشرق العربي إذا فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى برنامج آخر طبعة وأرحب بك أيضا ومجددا الأستاذ سقر أبو فخر في برنامجنا قبل أن نذهب إلى الحدث اليوم ما زال لدي سؤال واحد عن موضوع دور الخارج والغرب تحديدا في هجرة المسيحيين من المشرق العربي يعني من لما انطرحت المسألة الشرقية من القرن يعني أعفون يعني في كل أزمة لبنان جاءت البواخر في سوريا سهلت السفرات فتحت أبوابها في العراق كذلك الأمر صحيح الغرب بينظر بمصالحه معروفة يعني بدنا نكون على الإطلاق يعني رومانسيين بها القصة جميع الدول تنظر إلى مسيحي الشرق بمنظار مصلحي بحث منذ العهد العثماني أنه كل دولة تولت رعاية طائفة إنجلترا دروز فرنسا الموارنة والكاثوليك روسيا الأورتودوكس فقط أدوات استخدام ما كتير بهمهم والله في مليون ماروني بلبنان أو مليون وثلاثمئة ألف مسيحي بلبنان على سبيل يعني شو بتعني لهم يا البواخر جاهزة يعني بأي لحظة الغرب عمره ما تعامل مع المسيحيين على الإطلاق ككتلة بشرية مظلومة وبالتالي في مبادئ بيدعموهم من خلالها أبدا تعامل معهم كجماعات ممكن الاستفادة منها واستغلالها وأدخلوهم بقى 1860 في لبنان صح هي صرع بين تركيا وبين فرنسا يعني بديك بديك الفترة ودخلت كله على بعض وعملوا المعركة وبعد ينتفاهموا على نظام جديد ولا يقع هنا بعض المسئولية على المسيحيين يعني أو القيادات المسيحية التي أيضا يعني تدخل في أتون هذه المعارك المراهنات الغلط مثل ما بلبنان راهنت القوات اللبنانية وجبها اللبنانية على إسرائيل ودفعوا ثمن كبير الآن المسلمين عمين عبرهنه على داعش وعلى المصر وعلى السياسات السعودية بالصراع المحلي اللبناني وين بدي يوصل هذا لدمار وإفناء المجتمع إفناء كل علاقة من التحضر الآن لما طلع محمد الجولاني على التلفزيون صح منذ يومين طلع إرصاص استقبل بالابتهاج بترابلوس يعني غريب هذا الخبال هذا الهبل الفضيع ربما يريدون أيضا هم لهم بطل يعني طالما الموضوع ذهب إلى موضوع سنشيعي بالضبط ربما يبحثون هم أيضا عن بطل لهم هناك من عمل على هذه الفرقة بالضبط على كل حال سوف نعود إلى الموضوع ولكن دعنا نذهب إلى الحدث اليوم لقاء جنيف اليوم استضم بالتعقيدات السورية وريهان واشنطن على إشراك الجهاديين في جناف في غير محله حماس تغازل أبو مازن وتريد إنهاء الانقسام والمفاوضات السرية بين واشنطن وطهران كان في مصلحة الرياض إلى الحدث اليوم التفاصيل الحياة توجه لدى حماس لإنهاء الانقسام حض رئيس الحكومة التي تديره حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية الرئيس محمود عباس على الدعوة إلى اجتماعا وطني شامل لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني وفقا لاتفاقات القاهرة والدوحة وكيل وزارة الخارجية في حماس غازي حمد أوضح للصحيفة أن الدعوة هنية جاءت في إطار رغبة حماس الحقيقية والجادة في إنهاء الانقسام ولا فتاة إلى أن لدى حماس توجها بإنهاء الانقسام وأتمام المصالحة وأن الدعوة تأتي في سياق هجوم المصالحة من قباد الحركة وأشار إلى أن الدعوة هنية تأتي إضافة إلى محادثة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الهاتفية قبل نحو أسبوع مع عباس في ثلاث قضايا هي المصالحة والمفاوضات والمنخفض الجوي وانقطاع التيار الكهربائي لنقص إمدادات الوقود تيليغراف مسؤول أمريكي الدبلوماسية السرية مع طهران لصالح السعودية قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحيفة أن واشنطن اتخذت قرارا أساسيا بإبعاد السعودية عن دبلوماسيتها تجاه إيران وأن النتيجة خدمت مصالح السعودية ولافتها إلى أن المعلومات عن اللقاءات بين واشنطن وطهران كانت محبوضة في إطار ضيق جدا حتى داخل الإدارة الأمريكية فواشنطن تعمدت إبقاء السعودية وحلفاءها الخليجيين في الظلام وفق المتحدث اعتبر ذلك أفضل طريقة لبلوغ الهدف وعقب الاتفاق أبلغت السعودية بأن النتيجة لصالحها فالاتفاق قلل من مخاطر حرب أخرى في الشرق الأوسط هي آخر ما قد تريده السعودية يذكر أنه خلال اللقاء جون كيري والملك عبدالله الأخير أعرب الملك عن رضاه حيال الموقف الأمريكي وفق المسؤول وطلب من كيري عدم القلق من الشكاوى التي تسمع في العلن من ديبلوماسينا سعوديين السفير لقاء جونيف اليوم استضام بالتعقيدات السورية لقاء صباحي أخير اليوم في جونيف بين أطراف الثلاثي الروسي الأمريكي والوسيط الأممي الأخضر الإبراهيمي قبل الذهاب إلى مؤتمر جونيف 2 وينتظر اللقاء أجربة من الأمريكيين بشأن تشكيل وفض المعارضة واحتمال إشراك الجهاديين فيه أم لا اتساع نفوذ الجبهة الإسلامية أدى إلى تعقيد مساعي السفير الأمريكي للتوصل إلى تسمية وفض المعارض يملك أهلية التمثيل والتفاوض كما يقول معارض بارز وقال مصدر ائتلافي إن حسان عبود قائد لواء أحرار الشام أحد أهم الفصائل الجهادية اشترط لحضور المفاوضات سحب الاعتراف الدولي بالاعتلاف وهيئة الأركان والاعتراف بالفصائل الإسلامية وطي صفحة المفاوضات مع النظام السوري ويبدو إشراك الجهادين والجبهة الإسلامية في مفاوضات جونيف رهانا في غير محله أمريكيا فالمجموعات التي جرى الاتصال بها لا يمكن السيطرة عليها كما أنها تعارض جونيف أصلا توجه لدى حماس لإنهاء الانقسام وبالأمس استمعنا إلى إسماعيل هني كيف نتحدث بلغة الود والفتح صفحة جديدة وللقضاء على الانقسام وأيضا لأن القضية الفلسطينية هذا الانقسام لا يستفيد منه إلا الإسرائيلي وما إلى ذلك ما هذا التحول في هذا الموقف؟ كلام جميل بس بنتائج صفر لماذا؟ أظن أن ندافع لهذا الخطاب ولخطبة سابقة للأخس معيل هني اللي دعا في أبو مازن أن نتفضل لحل كل المشاكل ينطلق الحقيقة من أزمة كبيرة عنها حماس أزمة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين بمصر أصبحت الآن محاصرة ومتهمة وتعتبر اللي يتصل بحماس التخابر مع جهة أجنبية الرغم أن أعطلت تماما أن أي جهة مصرية إذا اتصلت بحماس هذا ليس أمر يعني مشين على الإطلاق لكن هي محاصرة غير قادرة على تأمير على المشكلات اليومية من كهرباء من شفل الطوفان يعني صح أنفاق دمرت وكان جانب من الاقتصاد في غزة يعتمد على الأنفاق سياسيا يعني أغلقت الأنفاق أغلقت الأنفاق كلها أنه اعتقدوا أنه الإخوان المسلمين الآن سيسيطروا على المنطقة من تونس تونس ليبيا مصر سوريا على الطريق طلعت كل المراهنات السياسية فالصو لذلك أيضا حماس تشهد خلافا داخليا قويا في إعادة الصلة بإيران بسوريا الموقف مما يحصل في سوريا علاقتهم بإيران لهذه الأسباب هذا هو الدافع بيراني يعني هذه المشاكل أولا هذه المشاكل لابد أن تستغلها السلطة أيضا في سبيل التوصل إلى مصالحة ولو يعني على قاعدة النكايات يعني أو على قاعدة المصلحة المضادة هناك يعني هؤلاء فلسطينيين وهؤلاء بحاجة إلى رواتب بحاجة إلى كهرباء بحاجة إلى تدفئة بحاجة إلى تيسير حياتهم اليومية هل ممكن لأبو مازن يعني والسلطة الفلسطينية أن تستغل هذا المكان يعني أن تستغل هذا الظرف وتبادر بحسن النية شوف وهل مستعدة حماس للتنازل للسلطة بالضبط المشكلة السياسية الكهرباء السلطة التي تدفع ثمن الكهرباء الواصل إلى غزة من إسرائيل يعني هي مربوطة شبكة غزة بالشبكة اللي بيسموها قطرية شبكة الكهرباء الإسرائيلي اللي بيدفع ثمن الكهرباء لإسرائيل السلطة وحماس بتجبث ثمن الكهرباء بتحطهم عندها كلها لؤية معروفة الرواتب تصل إلى غزة في 67 ربما أكثر حتى 67 ألف موظف على كشوف رواتب السلطة الفلسطينية تصلهم إلى غزة لم تتوقف الرواتب على الإطلاق بهذا المعنى لا السلطة تقوم بواجباتها وإن كان يعني ليس بشكل جيد يعني المشكلة سياسية طيب تعالوا نتصال عقبط 20 ألف اجتماع انعقد بين الدوحة والرياض والقاهرة إلى آخره طيب مظبط شي ليه لأن بكل بساطة في خلاف على الإجراءات نشكل حكومة مؤقتة يعني هي التي تشرف على الانتخابات وبناء على نتائج الانتخابات نذهب إلى حكومة جديدة وهكذا لا في شروط عند حماس تتعلق بالأجهزة الأمنية تتعلق بحساتها هل مبالت حماس قادرة على فرض شروطها يعني لا سوريا تدعمها لا إيران تدعمها في الحكم على ماذا تعتم بالدعم؟ على الأمر الواقع هي كما قلنا الوضع مزري جدا في قطاع غزة على كل المستويات مش على المستويات المعيشية فقط أفق ما فيش أفق سياسي وأخرتها يعني محاصرين بالنهاية وبتحكم المخابرات المصرية فيهم شمال ويمين بفتح المعابر ولا لا وفيه اتهامات ظالمة لحركة حماس بأنها تشجع الإرهاب والجماعات الإرهابية في سيناء وفي حملة عنصرية ضد الفلسطينيين بمصر ضد الفلسطينيين أو حماس تحديدا لا صارت ضد الفلسطينيين بسبب أنه أخطاء حماس بمراهنته على الإخوان المسلمين عشرة يمكن من حماس كانوا عبي قاتلوا بالمقطم مع الإخوان المسلمين مقر الإخوان المسلمين بالمقطم لا يمكن ظلم الشعب الفلسطيني بأكمله من شان 4-5-10 مع الأسف في وضع صعب جدا وظالم أحيانا للفلسطينيين في قطاع غزة هل من سبيل هل هناك قدرة على تعويم وإعادة تصدير في الصدارة وضع في الصدارة الحركات العلمانية واليسارية حتى لو كانت إسلامية ولكنها غير حماس أي حركات فلسطينية غير حماس هل يؤدي ذلك إلى تغيير الوضع إلى تغيير الصورة صح حماس لو أجريت الآن انتخابات بقطاع غزة ما بتاخد أكثر بـ 14% وبأحسن الأرقام عم يحطوا 25% شفنا مهرجان تأسيس فتح مليون 700 ألف بالحد الأدنى اللي نزله حماس خسرت كثيرا لذلك إذا أدك رأيي هي بدأت حافظ على على موقعها بالسلطة وخايف من الانتخابات بالوقت نفسه رأيي أنا ذاهبون إلى كونفيدرالية فلسطينية دولة غزة ودولة رامالله إذا استمرت الحال على الأمد الطويل الحال أن حماس تسلم مقدرات الأمور للسلطة الفلسطينية وتتحول إلى المعارضة ولكن ليس بمقدورها هناك الرواتب والغاز التي تتحدث عنه حضرتك يعني مصر أغلقت كل الأنفاق يعني على مدى يدتك اللي تكون هناك كونفيدرالية لا يعني هذا نوع من تصور آه تصور تصور مجيز إذا استمر الحال يعني نعم بس الحال فعلا أنه حماس خلاص سلم تعيد الأمر إلا ما كانت عليه الإنقلاب اللي عملته ولكن الحركة التي قام بها يعني خالد مشعل يعني لا أعتقد أنها توحي بأن النوايا قد تكون صافية وأن المقصد هو يعني حسن عندما حمل العالم الثورة أو عالم الاحتلال الانتداب الفرنسي على سوريا هذه القاتل إلى إله الآن هو صامت لا يتكلم هل سيقول مرة أخرى بأنه أخطأ ولم ينتبه إلى يعني من حسن الفطن الإنسان أن يعترف على كل حال بالمرهنات الغلط ما في داعي كان ما في داعي على الإطلاق لأنه يعمل هالمرجلة وذهب إلى غزة يعني وكان معه ثلاثة يام بتفوت وتطلع يعني وكان مفروض الدكتور رمضان يعني الأردن أيضا يعني هناك مشكلة في استقباله ممنوع إذا بيروح على الأردن يعيش كمواطن ممنوع يحكي بالسياسي على الإطلاق على الإطلاق يعني مثل ما صار مع إبراهيم غوش بدك ترجع أنت مواطن أهلا وسهلا بالسياسي ممنوع فقط تروح بتعزي وتروح بتهني يعني بالجنائز وبالأفراح يعني فهو هذا ما بيناسبه بالقاهرة لا يمكن أن يقيم ودمشق قطع الاتصال ما مش باقي عنده إلا الدوحة صامت تماما وربما ما يفكر باستنبول يعني هذا إذا استمر أردوغان يعني على قواته في تركيا حسب ملفات الفساد التي تتطح في القضاء وحسب الانتخابات لا يبدو أن يعني لا يتأملون الأتراك بأن يبقى أردوغان في السلطة نذهب إلى إقرأ روسيا لا الأسد ولا المعارضة جاهزان لحضور مؤتمر جونيف إثنين والإيجابية الوحيدة من كل الحرك الدولي هو تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية للمعارضة السورية ولماذا توطي روسيا 15 مليار دولار إلى أوكرانيا إلى إقرأ روسيا والتفاصيل كوميرسونت للأسد ولا المعارضة جاهزان لحضور جونيف إثنين تعقد اليوم جولة من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة لقاء اليوم يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على جونيف إثنين كما قالت مصادر دبلوماسية للصحيفة المصادر أضافت أنه حتى الساعة جميع الاحتمالات واردة ولا شيء مؤكد فجدود الأعمال لم يكتمل على الرغم من المفاولات الطويلة بين الأطراف المعنية والمفارقة أنه حتى اليوم لم يعرف عدد المشاركين في المؤتمر فالأطراف المعنية بالمؤتمر لم تظهر اهتماما لافدا بنعقاده في المقابل تكمن الإيجابية الوحيدة من كل هذا الحراك الدولي في تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية للمعارضة السورية وفي موازات اللقاء الثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة سيعقد لقاء موسع بمشاركة ممثلين عن فرنسا وبريطانيا والصين فضلا عن جيران سوريا مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق المفاوضات أخفقت حتى اللحظة في الاتفاق على مشاركة إيران في المؤتمر لكن السؤال المحير أيضا هل فعلا الأسد والمعارضة جاهزان لحضور هذا المؤتمر؟ كومسوموليسكايا برافدا لماذا نعطي المليارات لأوكرانيا؟ 15 مليار دولار أي نحو 450 مليار روبل سوف تحصل عليها أوكرانيا من الصندوق الوطني الروسي القرار الروسي أثار موجة من التعليقات داخل روسيا حول الجدوى من دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها لكن مصادر أكدت للصحيفة أن جزء من الاتفاق بين موسكو وكيب ظل رماديا ولم تعلن تفاصيله خشية أن يثير نشره غضب هذه الجهة أو تلك لكن المؤكد أن الكريملين سيحصل على المقابل جراء دعمه الرئيس الأوكراني فيكتوريا نوكوفيتش والذي عاد من موسكو إلى كيب مطمئنا وموسكو أيضا حصلت على ضمانات بعدم انقطاع إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا لكن حسابات الربح تقابلوا احتمالات الخسارة من الاتفاق الروسي الأوكراني ولعل الخسارة الأكبر ستتمثل في حال خسر يانوكوفيتش السلطة وفاز خصومه موسيقى أستاذ سقر أبو فخر يعني لا الأسد ولا المعارضة جاهزان لحضور جونيف إثنين هل توافق هذا الكلام يعني إن كانت المعارضة فعلا لا تريد وليست غير جاهزة وهناك تشتت فيها هل فعلا النظام من مصلحته ألا يذهب إلى جونيف إثنين يعني بقراءة متابعة لا أظن أنه من مصلحة النظام أن يذهب إلى جونيف خاصة أنه حلفائه روسيا وإيران بالدرجة الأولى مع الذهاب بقوة إلى جونيف إثنين فليش ما يروح شو بيخسر يعني المشكلة عند المعارضة الحقيقة أنه من هي المعارضة التي ستتمثل بجونيف إذا الإتلاف وإن موافقين على الذهاب إلى جونيف أكيد طيب الإتلاف كله ما بيقدر يحرك سيارة في حلب لبما بيمون على تحريك سيارة بحلب إذا كان يمون بفترة عبر الجيش الحر الجيش الحر انتهت خلع يعني الآن السيطرة بشكل عام على جبهة دولة الإسلام داعش والنصر وحرار الشام وإلى آخره بهذا المعنى أنه اللي مسيطر على الأرض له قوة فعلية ما بده يروحها جينيف اللي جماعات الإسلامية والتكفرية تحديدا واللي بده يروحها جينيف ما بيمون على الأرض محترامنا للجميع حتى الحركات الجهادية التي حاولت أمريكا وكما قالت السفير يعني أنها فشلت في إقناعهم يعني يريدون أن يذهبوا ويشترطون طي صفحة التفاوض مع الرئيس بشار الأسد وأيضا عدم الاعتراف بالإتلاف والاعتراف بهم كممثل شرعي شروط لا يمكن أن تحصل بالنهاية كل تفاوض كل مؤتمر تفاوضي هو بين لاعبين لو هن استطاعوا السيطرة على كل سوريا بفهم خلص بشكل الحكومة اللي بدون إياه بيعملوا النظام اللي بدون والكل يريد ساعة أن يتحدث إليهم إليهم الآن في لاعبين بسوريا النظام لازال لاعبا هم لاعبين كبار على الأرض السورية اللي اقتلاف يعني بيقدوا مراجل يعني منشوف يعني جورج صبرا وغير جورج صبرا بالحكي يعني ما بيقدر يحرك لسيارة ولا يوصل حتى ثلاث حرامات لناس معتارين بالحجر الأسود على سبيل المثال بهذا المعنى في مشكلة عند المؤمنين بدون يروح يمثل الاتلاف رائع بس هيدول إذا طلعوا بقرارات لا فيهم ينفذوها لذلك أنا برأيي لا حل لا بجنيب ولا غير جنيب إلا إذا تم الاتفاق بين اللاعب الإقليمي واللاعب الدولي طب برأيك لماذا أمريكا تريد إشراك هؤلاء في المفاوضات يعني لتقوية موقع المعارضة مثل نعم نقول لكن أي معارضة هل ستعود تقع في نفس المطب الذي وقعته في السابق في أفغانستان هل تعد هذه الجماعات تقويها فعلا ممكن بس أنا إذا وديك رأيي إذا تم الاتفاق الأمريكي إيراني سعودي اللاعبين الإقليميين الكبار إيران والسعودي من ميل واللاعبين الدوليين أمريكا وروسيا من ميل كل واحد بقدر بس يسكر الحنفية عن هذه الجماعات المال والسلاح واللوجستية وإلى آخره خلاص بنته بنته الأمر مثل الطائف بالطائف كل اللاعبين موجودين طالما تم الاتفاق تاني يوم شفنا الميليشيات شيء لا يبشر إذا كالطائف بدا طائف سوري مع الأسف بس بدا طائف سوري بعد الطائف كل الميليشيات راح تكب سلاح لما صلحة الدولة الجديدة ودخلوا إلى الدولة ودخلوا إلى الدولة ونخروا فسادا وستغلالها سوريا بدأ يبدو طائف من نوع خاص من نوع سوري بس أن تبقى القوى العسكرية خارج أي اتفاق بتخرب أي اتفاق بدك تدخلي على الاتفاق سواء مباشرة أو عبر السيادة اللي بمدة بالفلوس وبالسلاح وبالتدريب وبالاستخبارات فقط للإشارة ورد في أكثر من صحيفة اليوم بأن هناك سجال روسي سوري بعد اتهام بوكدانوف الأسد بتصعيد التوتر وأيضا هناك في نفي للسفارة الروسية في دمشق تقول إنما تردد نقلا عن بعض الوكالات من تصريحات السيد بوكدانوف هو ترشيح الرئيس بشار الأسد وهو عار من الصحة كل يعني كل هذه السجالات التي تم الحديث عنها هو تحريف كما يقول الخبر بأنه هو تحريف لما قاله بوكدانوف هو كالعلى برأيك هل ستمتد كثيرا هل ستنتهي الأزمة السورية في لبنان يعني الصورة لا تنجدني بالقول نعم أنا برأيي حتى لو نجح جينيف 2 فبتكون بداية نحو الحل يعني طيب العراق عملوا حل وما خلصت للحرب بأفغانستان عملوا حل وما خلصت الحرب لكن لو بدأوا من جينيف اتفقوا على حل ما على خريطة طريق للحل بدأت تاخد فترة طويلة لأمور وسيتخلالها إرهاب وقتل وتفجير واغتيالات إلى أن تستقر الأمور أخيرا لكن لابد من أن يبدأوا من نقطة جينيف فرصة للبداية يعني أي تسوية بسوريا أفضل من استمرار الحرب أي تسوية بقاء الأسد طبعا هو أي تسوية أفضل من أفضل من استمرار الحرب أكيد لذلك نجاح جينيف يقاس هل توصلنا إلى تسوية أم لم نتوصل يعني هي ما يقال أن التسوية جاهزة ولكن الاختلاف على القليل من التفاصيل يعني أنا أشك بالموضوع ربما يفشل جينيف يعني احتمال نجاح يعادل احتمال فشله وبالتالي بلنروح جينيف وأيضا يقال إن لم يتم انعقاد جينيف هذا يعني أن أحد الأطراف القوية وهي تحديدا حلفاء سوريا لا يريدون انعقاده حاليا نظرا لما يحصل في أوكرانيا نظرا ل فهو مرتبط بأكثر من مضوع ربما أو انتظار ستة أشهر المفاوضات الجديدة بين إيران والغرب على كل حال يعني لننتظر الأيام تجيبنا على كل هذه الأمور الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ ساقر أبو فخر أهلا وسهلا بك للأسف انتهت الحلقة بسرعة استبتعنا كثيرا بكل المعلومات التي قدمتها لنا وللمشاهدين ولكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة